زيارة الانطلاقة الجديدة وطي الصفحة والمصالحة هذه بعض التعبير التي وصفت بها وسائل إعلام مغربية وفرنسية زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى الرباط والذي يستقبله العاهل المغربي محمد السادس شخصيا في المطار على وقع 21 طلقة مدفعية الأمر الذي يمثل في البروتوكول المغربي الغني بالرمزيات أهمية الضيف وحفاوة الاستقبال وفي مؤشر على الإرادة الفرنسية في تعزيز الشراكة مع الرباط يرافق وفد كبير الرئيس الفرنسي ممثلا في وزراء وممثل شركات كبرى بالإضافة إلى وجوه فنية وثقافية مغربية فرنسية الأمر الذي جعل الشارع المغربي ينظر بكثير من الاهتمام والتفاؤل لهذه الزيارة هذه الزيارة إيجابية بطبيعة الحال من نسبة المغرب، من نسبة سياسات المغرب، من نسبة سياسات العالمية كلها ومجهود لكي دير الدولة من قضية السحراء وشميتوه وحتى المهاجرين للمقيمين في فرنسا زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون ستعزز بكثير الحواج لما من قضية السحراء المغربية إن شاء الله ستكون اتفاقية من عند الدولة الفرنسية وفي قطار العلاقة الآن التي تجددت مؤخرا بعد المشاكل التي كانت من ناحية الوحدة السرابية ستكون زينة، الحمد لله ستكون زيارة مفيدة من سبيل المطرفين وتمنى ويكون خير إن شاء الله ولمناقشة هذه الزيارة أرحب بضيفي من ليون الفرنسية أرحب بالدكتور بير لوي غيمون الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية ومن الرباط أرحب بالسيد يونس مسكين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أبدأ معك أولا سيد يونس بعد الطي صفحة عدد من الخلافات المغربية الفرنسية ماكرون في الرباط لأول مرة بعد الدعم الفرنسي للطرح المغربي لقضية الصحراء ما هو إذن أهم رهان لهذه الزيارة؟ مساء الخير أستاذ ريم تحية طيبة لجمهورك الكريم ولضيفكم من فرنسا أعتقد أن الرهان الأساسي لهذه الزيارة الكبيرة والاستثنائية وغير المسبوقة أنا أكلمك الآن وقد التحقت كنت قبل قليل خرب البوابة الرسمية للقصر الملكي وتابعت مراسيم الاحتفالات والاحتفاء الشعبي الذي حرصت السلطات على تنظيمه بمناسبة وصول الرئيس الفرنسي رفقة الملك محمد السادس ودخلهما إلى القصر الملكي أقول أن الرهان الأساسي هو إعطاء انطلاقة جديدة للعلاقات المغربية الفرنسية يعلم الجميع أن العلاقات بين البلدين هي علاقات عريقة فيها تراكم طويل فيها قصة طويلة فيها كثير من الأشياء الثابتة والمستقرة لكن هذا الثبات وهذا الاستقرار في العلاقات التنائية حتى ما في السنوات القليلة الماضية مراجعة شيء ما في هذه العلاقات كان هناك نوع من الضيق نوع من التوتر نوع من الغموض ونوع من التدبدب في هذه العلاقات لاحظنا أزمات متكررة منذ على الأقل ملايق لعشر سنوات وتحديدا في الثلاثة وأربع سنوات الماضية وبالتالي أعتقد أن الرهان اليوم هو هذه العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية والتي تنطوي على الكثير من المصالح المتبادلة بين المغرب وفرنسا كانت تحتاج إلى وقفة جديدة تحتاج إلى توضيح بعض الأمور وبعض النقاط وبعض الملفات العالقة في العلاقات بين البلدين والآن أعتقد أن انطلاقا من هذه الزيارة سوف تحدث هذه الانطلاقة الجديدة ودليل ذلك هو البرنامج المكتف والحجم الكبير حتى الذي أعطته فرنسا لهذه الزيارة من خلال طبيعة الوفد الذي يرافق الرئيس الفرنسي والأجندة التي خصت لهذه الزيارة طيلة الأيام الثلاثة وأيضا باعتبارها أول زيارة دولة من هذا النوع للرئيس ماكرون الذي يشارف على إنهاء ولايته الثانية في قصر الإليزين إذن أعتقد أن الرهان الأساسي هو إعطاء هذه الانطلاقة الجديدة استثمار ما تحقق في الماضي والتطلع إلى المستقبل بحسابات جديدة تختلف عن ما هو قائم حاليا سيد بيير لوي غيمون العلاقات المغربية الفرنسية شهدت لثلاث سنوات برودا هل يمكن القول أن الخلافات طويت تماما بين المغرب وفرنسا؟ ثلاث سنوات ريم مسأل خير وسأل خير أيضا للأستاذ يونس أعتقد بأن ثلاث سنوات على ضوء علاقات وطيدة انطلقت منذ نهاية طبقا السابع عشر تقريبا منذ الملك الويست أربعة عشر لا تمثل الكثير في الفرق فبالتالي نعم أعتقد بأن هذه العلاقات عادت إلى مياهها الطبيعية هذه العلاقات التي استميزت أساسا بتعامل مدجي في المجال الاقتصادي لا ننسى بأن الاستثمارات الفرنسية في المغرب تبلغ زواء العشرين مليا يورو والاستثمارات المغربية في فرنسا تبلغ زواء الاثنين يورو طبعا الاقتصاد هو عصب العلاقات ولكن ليس مجال الاقتصاد في حالة العلاقة الفرنسية المغربية بأن الروابط بين بلدينا لا تشمل فقط الجنب الاقتصادي والجنب الثقافي ولكن تشمل أيضا طريق عريق جدا من التبادل الذي في الحقيقة تكتف وتوتض عن طريق وجود لا مغاربة وأكثر من مليوني مغربي مقيم بفرنسا مؤسسات تعليمية فرنسية تنهد الثلاثين مراكز تقافية معاهد تقافية في المغرب تنمثل أكبر عدد من المعاهد التقافية الفرنسية في العالم فبالتالي نعم أعتقد بأن ما كان متر خلاف سويا تماما كان الآن متعلقا بمسألة الصحراء وبعض المسألة الأخرى التي صحيح أنها أرباكة العلاقات ووثرتها ولكن دائما يعني لا يوجد فرص لا يهبو حتى في أكثر العلاقات يعني مثالة قد نجده بعض الرياح التي تهبو على العيد ما تشعي سفن في طاق الأحيان ولكن أعتقد بنا هذه سنفصل فيها دكتور غيمون سنفصل في هذه النقاط لكن ذكرت ملف الاقتصاد وهو ملف مهم وصفته بعصب العلاقات المغربية الفرنسية سيد يونس يعني زيارة الرئيس الفرنسي تنعكس على أو تأتي بمجموعة واسعة من العقود الاقتصادية مع أن الطرفين اختراء التكتم حول آخر المفاوضات الجارية بهذا الخصوص ما الذي سيمنحه المغرب اقتصاديا لفرنسا أعتقد أن الأمر يتجاوز مجرد المقايضة أو مجرد تبادل الموقف ربما السياسي الفرنسي مقابل مصالح ومتيازات اقتصادية نحن أمام عندما نطلع على الملف الزيارة الكامل وما هو مدرة في جدول أعمالها من اتفاقيات ومن أنشطة ومن لقاءات ومن نباحات تنائية أو متعددة الأطراف يجعلون أمام ميتاق جديد الأكيد هذا صحيح أن هناك صفقات هناك عقود هناك مشاريع معينة كانت فرنسا طيلة السنوات الماضية التي اتسمت ببعض التوتر والغموض في العلاقات المغربية الفرنسية تسعى إلى حل حالتها وإلى انتزاعها أو الحصول عليها لكن أعتقد أن المغرب نجح في فرض مقاربته الخاصة بمعنى أننا لن نستمر في التعامل بمنطق الملفات المعزولة عن بعضها البعض والحديث عن الصفقات والحديث عن العقود كما كان في السابق في العشرية الأولى من هذه الألفية كان الحديث عن صفقة الطائرات الرفال ثم الحديث عن صفقة القطار فائق السرعة ثم أكد المغرب كان يطالب بمراجعة شاملة للعلاقات المغربية الفرنسية تنطلق من الموقف السياسي الذي أصبح المغرب يطالب به شركاءه السياسيين الأجانب في ملف الصحراء بالتحديد من هنا بقي كل شيء معلق وكانت طلبات ورسائل فرنسا المتعددة سواء عن طريق الرئاسة أو عن طريق الحكومة أو عن طريق قنوات متعددة التي كانت تدعو إلى حل حالة التوتر الذي كان حاصل في هذه العلاقات كان المغرب يصر على تجميد كل شيء في انتظار أن يتم التوافق على طبيعة هذه العلاقات الآن أعتقد أن هذا التوافق الذي حصل سوف يفرج عن مجموعة من الصفقات ومجموعة من العقود منها ما يرتبط أساسا بالمشاريع الجديدة التي تطلع إليها المغرب في مجالات مثل الطاقات المتجددة ستكون هناك اتفاقات وتفعيل لمشاريع في الحقيقة قد انطلقت منذ سنوات لكن أجراءتها والتوقيع عليها الرسميين كان يتطلب موقفا سياسيا واضحا ستكون هناك عقد في هذه المجال كما قلت في الطاقات المتجددة ستكون هناك بوادر هناك بوادر لتفاقات جديدة في مجال البنية التحتية القطارات خصوصا القطار فإقصر على الذي يعتزم المغرب تمديده لما بعد مدينة الدار البيضاء ثم هناك حديث لم يتأكد بعد لكن هناك بوادر عن صفقات أيضا ربما تتعلق بمجال التسلح والصناعات العسكرية التي يتموقع المغرب فيها حاليا كمشروع منصة لتصنيع في هذا المجال والتصدير إلى مجالات أسواق واعدة وصاعدة في هذا المجال أعتقد أن هناك أفاق اقتصادية كبيرة سوف تفرج عن هذه الزيارة وسوف تكون بمنطق رابح رابح بما فيها ربما المشاريع المرتبطة بتنظيم كأس العالم سنة 2030 الذي ينظمه المغرب بشاركة مع كل من إسبانيا والبرتغال سيد ريمون يتوقع أن يعيد ماكرون تأكيد الموقف الفرنسي الداعم للطرح المغربي بخصوص الصحراء خلال كلمة مرتقبة غدا أمام البرلمان هل ينعكس هذا الموقف الفرنسي كذلك على الاستثمارات الفرنسية في الأقاليم الصحراوية بكل ذلك يعني يكفي أن نرى موقع الأقاليم الصحراوية وفي مقدمتها بطبيعة الحال مدينة الدخلة ومناء الدخلة التي تحدثنا قد قليلا عن العصر أيضا هنا مناء الدخلة الذي يشكل عصر بمخططي ليس لمجرد المغرب وإنما الإفريقية والواجهة الأطلسية فبالتالي بطبيعة الحال يعني يكفينا أيضا ننظر إلى عدد القنصليات التي تم اتفتاحها بمدينة الدخلة التي تصل الأنية السبعة عشر قنصرية لكن بلا لنعكا سيكون مباشر على الجنة بلإخطان لأن الديبلوماسية والاقتصادية تدخل في نطاق الديبلوماسية بشكل عام وأنا أعتقد بأن فرنسا والمغرب وقطوية صفحة المدين تنظران ليس إلى مستقبل فقط من حيث العلاقات الديبلوماسية ولكن من حيث التحديات التحديات الأساسية التي تجعل من بلدين بلدين يعقلان شركات مدرجة في الاستثراعات والاستشرافات المستقبلية التي يمكن أن تساعد المغرب على إشعاع كامل ويتوافق كاملا مع ما يطمق إليه من طموح في العمق الإفريقي وفرنسا بسيطماراتها لا تساعد المغرب فقط كالدولة تسعى إذا الاستزادة من خبراتها التكنولوجية وخبراتها الاقتصادية التي تسمح للعديد من الشركات ليس فقط الفرنسية أيضا الدولية من الاستفادة من المزايا هاميك ما هو الحال مثلا في المنطقات الحرة ولكن أيضا على المستوى القاضي على مستوى القبر الفريقية التي تجعل لا من الشبكة تروقية ولا من خطوط طيران ولا من الوكالات البنكية مجالا واسعا من المغرب ليفضل نفسه كقوة اقتصادية فعلا تصنع وتفاعل وتستمر في تفعيل شراكة رابح رابح اقتصاديا شراكة رابح رابح لكن هناك سؤال كذلك يفرد نفسه هو هناك علاقة كذلك مع الجزائر أقصد علاقة فرنسا والجزائر التي تنظر على الأقل على المستوى الإعلامي إلى هذه الزيارة بنوع من الريبة أو النقد هل توازن فرنسا أو هل يهم فرنسا أن تقدم على الأقل بعض الشيء للجزائر الامتصاص هذا الغضب هل يعنيها ذلك أنا أعتقد بأن الملفان منفصلا عن بعض أعتقد بأن الخطر الذي قمنا به محددون ومرقبون وفاعلون في هذا الموضوع المتعدق بالعلاقات الفرنسية الجزائرية وربطها بالعلاقات الفرنسية المغربية ناجم عن عدم خط بين ملفين مختلفين تماما بين فرنسا والجزائر تاريخ عريق جعل من ملف الذاكرة أم الملفات التي تعين على فرنسا تسوياتها ومواصلة تسويتها حتى وإن كان الكثير قد فعيد في هذا المجال وموضوع الصحراء في الحقيقة قبل أن نجهر منه موضوعا سياسيا أرى أنه علينا أن نجهر منه موضوعا ممتقيا لو نظرنا إلى عدد دول العالم ولو قسنا عددها بعدد دول التي اعترفت بسيادة المملكة المغربية على الأقل المجالية في مقدمتها الإدارتين الأمريكتين الترمضية في البداية بطبيعة الحال ولكن أيضا الإدارة الديمقراطية فالمجال أصبح مجالا منطقيا وليس مجالا سياسيا مجال منطقي لكن يحدث للجزائر مشكلة والدليل أن هناك موقف جزائري رسمي يعترض على فرنسا ويحتج عليها فلا يمكن فعلا الفصل بين القضيتين لا يعني هذه هي الرؤية الجزائرية الحالية الآنية للأمو وإن تتطور وإن طبع الجمود فأعتقد بأنه لن نجد أي تحرك الموضوع لأن الموضوع الصحراء تقريبا موضوع قائم منذ أكثر من خمسة عقود وإذا كان هناك طرف لا يرى مصلحة في أن يتطور في هذا الموضوع فلا أعتقد أن الشركاء آخرين يستطيعون في علاقة طيب سيد يونس مسكين الاعتراف الفرنسي بالحكم الذاتي المغربي خطوة مهمة للمغرب لكن ما المنتظر يعني كخطوات أو خطوات عملية من فرنسا في هذا الملف تحديدا هل يتوقع المغرب ربما دعما فرنسيا على مستوى أكبر على سبيل المثال مجلس الأمن نعم ريم دعيني أتفاعل باختصار مع ضيفكم الكريم وأتفق معك بخصوص الربط بين الملفين المغربي والجزائري يعني تقديرنا هنا في المغرب بسفاعل الرأي السائد هنا على أن التطور الإيجابي الذي حصل في العلاقات المغربية الفرنسية في الشهر الأخيرة كان مرتبطا بطريقة مباشرة بتطور العلاقات الفرنسية الجزائرية بمعنى تخلي إدارة ماكرون عن رهانها السابق الذي كان قد أتار قلقها وغضب المغرب على الجزائر وميله بشكل نحو الجزائر وتفضيله للجزائر على حساب المغرب أنا أعتقد ورد الفعل الجزائري بعد رسالة الاعتراف الفرنسي بسيادة المغربية على الصحراء يوضح هذا الأمر وبالتالي نحن أمام نعتبر أو نقدر أننا أمام تحول كبير في الموقف الفرنسي هناك خروج من المنطقة الرمادية التي كانت تحاول أن تحافظ على التوازن بين المغرب والجزائر وهو ما نعتبر نحن في المغرب أنه أمر غير منطقي وغير عادل بالنظر إلى الطابع الجاد الذي يتسم به الاختيارات المغربية والتعامل المغربي في التعاهلات وفي التزامات وفي الوفاء بالشراكة وبالالتزامات التي يقوم بها المغرب بخصوص الاعتراف الفرنسي الرسالة التي تم نشرها والتي توصل بها الديوان الملك المغربي من الرئيس الفرنسي هناك أكثر من الاعتراف بمشروع الحكم الداتي هناك اعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الرسالة الرئيس الفرنسي تقول بأن فرنسا الآن تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء لن يكون إلا في إطار سيادة المغرب وبالتالي نحن أكثر في مستوى أكبر من مجرد الاعتراف بالحكم الداتي الذي هو موقف تتقاسمه مجموعة من الدول الأخرى التي تعتبر في منزل بين المنزلتين أو منزل الرمادية غير واضحة بالتالي الموقف الفرنسي هو موقف متقدم جدا وهو ما يفسر كيف أن الملك خصص خطاب افتتاح البرلمان قبل أسبوعين الآن لهذا الموضوع تحديدا وبشر بهذا التقدم الكبير وهو ما يفسر أيضا تخصيص الرئيس الفرنسي بإلقاء خطاب غدا صباح غد من ذلك الكل يعلم أن ملف الصحراء يدبر بشكل أساسي داخل مجلس الأمن الدولي نحن نتوقع في الساعات القليلة المقبلة صدور قرار جديد قرار سنوي لمجلس الأمن الدولي يجدد ولاية بعتة الأمم المتحدة في الصحراء ويرتب اختيارات وتوجهات جديدة هنا نوع من الجمود الذي يتسم به عمل مجلس الأمن في هذا المجال وهو ما بات يثير تبرم وقلق المغرب المغرب لم يعد استمرار هذا الوضع الجامد الآن كان هناك اعتراف أمريكي قبل أربع سنوات النتج عنه ما نتج الآن المغرب ينتظر من فرنسا تحريك هذه بركة الأسينة وتحريك الملف داخل المجلس الأمن الدولي والخروج به من هذه المنطقة الجامدة والمضي نحو حل سياسي نهائي لهذا الملف يكون متطابقا مع مواقف الدول الآن موقف فرنسا موقف الولادة المتحدة الأمريكية موقف إسبانيا بمواقف متقدمة وتلي ينبغي لقرارات مجلس الأمن الدولي أن ترقى إلى مستوهاته المواقف التي عبرت عنها هذه الدول في الشهور والسنوات الأخيرة والموقف الألماني كذلك سيد ريمون زيارة ماكرون تأتي في ظل الخلاف أو التوتر ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي على خلفية إلغاء اتفاقيات تجارية هل ستقدم فرنسا للمغرب مفتاح الحل مع الأوروبيين وكيف فرنسا تحتل مركزا قياديا في التحل الأوروبي وتطمحوا إلى تقريب هذا المركز وبطبيعة الحالة التفاق والتقصيدين ربما التفاق في الصيد المحرير التي بقية معلقة وجهة وعلى أنه يشكل مادة أساسية من الفتير بالفادرات التجارية وصديقات المتحدة وبطبيعة التفاق أيضا أعتقد لأنه أساسية للفرنسا أن تتحل المتحدة التفاقية لأنه في علامة للنقسم الأوروبي الشيء غير مغروفي ولكن أخذ يتسع أكثر في هذه الأول الأخيرة أعتقد بأن فرنسا تمت القوة الإقناع وتمت القوة أيضا تكمن في قدرتها على إظهار أنها قادرة على قيادة الروابط القائمة بين ضفتي المتوسطة لأن سياسة المتوسطية وكنا قد رأينا ما حاول أن يقوم برئيس سابوزي عندما أطلق المشروع الاتحاد من أجل المتوسط ومع الأسف هذا المشروع بقي معلقا جامدا ولم يتم تفعيله بتلك الصيغة التي كنا نتمنها على ضفتي المتوسطة وأعتقد بأن لفرنسا دور أساسي في تحريك مثل هذا المعلق وهذا يعطي فرصة أيضا للحديث يعطيني فرصة أيضا للحديث على أن السياسة المتوسط تياري الاتحاد الأوروبي سياسة يجب أن تفعل ليس فقط في موضوع الهجرة وليس فقط في موضوع مكافحة الإرحاب ولكن أساسا في موضوع التبادلات الاتصالية التي تسمح ببلدان المتوسط من الاستفادة من ثرواتهم الطبيعية وجعلها في قلب التبادلات والمبادرة التجارية سيد مسكين في ملف الهجرة أيضا يريد وزير الداخلية الفرنسي الجديد الذي يعتمد نحجا صارما بهذا الخصوص دفع المغرب إلى استعادة مواطنين مقيمين غير نظاميين هل سيستجيب المغرب في هذا الاتجاه لا أستطيع أن أجيب نيابة عن الحكومة المغرب بشكل جازم لكن ما يمكن أن نتوقع هو أن جميع الملفات المطروحة على الطاولة بين البلدين بين المغرب وفرنسا ستعرف بعض الانفراج وبعض التقدم في جميع الالتجاهات لأن هذا الإطار العام الجديد الذي سيحكم العلاقات المغربية الفرنسية سينعكس بالضرورة على الجوانب السياسية والاقتصادية والتقافية ومن لف الهجرة إلى آخره المغرب كان في السنوات الأخيرة وهذا كان جزءا من الأزمة كان يرفض الطلبات الأوروبية بصفة عامة والطلبات الفرنسية بشكل خاص لإعادة بعض المهاجرين خصوصا منهم القصر يعني يوجدون في سن غير دون سن رشد القانون وبالتالي هذا الموضوع كان يطرح بعض الإشكالات من حيث التحقق من هوية هؤلاء المهاجرين والتأكد من كونهم مغاربة أولا حتى يمكن للمغرب أن يدخل في نقاش إرجاعهم أو عدم إرجاعهم إلى المغرب أنا أعتقد بأن الجو الإيجابي لهذه العلاقات المغربية الفرنسية في الانطلاق من هذه الزيارة سوف ينعكس على هذه الملفات لا أعتقد أن المغرب سوف يقبل بسهولة بإعادة مهاجره المقيمين أو غير القانونيين في فرنسا لكن من المؤكد أن هذا الملف سيعرف بعض التقدم قد يعرف بعض التدقيق بعد تبادل التعاون والخبرات كذلك المغرب يعرض أن ينتقل مسؤولون وبعتت أمنية مغربية إلى فرنسا من أجل التأكد من هوية هؤلاء المهاجرين والعمل على دراسة وضعهم أعتقد أن في هذا الاتجاه سنعرف بعض التقدم بدون شك في هذا الملف يونس باختصار مدى عن الشريك الأوروبي الآخر إسبانيا في ثلاثين ثانية هل يوازن المغرب بين علاقته بين باريس ومدريد أعتقد أن المغرب نجح في إحداث التوازن بين شركيه الفرنسي والإسباني وأصبحنا نلمس ذلك حتى في الخطاب الفرنسي الذي كان إلى وقت قريب يعني يعبر عن كثير من الضيق من الصعود القوي لإسبانيا في السوق المغربية وفي الأجندة السياسية المغربية أعتقد أن مما ساعد في هذا الانفراج في العلاقات المغربية الفرنسية هو اقتناع فرنسا بأن الحضور الإسباني لو لن يكون بالضرورة على حساب مصالحها بل هناك نوع من التعاون من التنصيق لتبادل المصالح والمنافع بين الأطراف الثلاثة ولن يكون بالضرورة على حساب أي طرف الأستاذ يونس مسكين الكاتب الصحفي والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك كنت معنا من الرباط والشكر كذلك للدكتور بيير لوي غيمون الأكاذيبي والباحث في العلاقات الدولية كنت معنا مليون بهذا مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية المسائية هذه تحياتي أنا ريم نجمي وأنقل لكم تحيات الفريق العامل وراء الكواليس إلى اللقاء اشتركوا في القناة